بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين سيدنا ونبينا بالقاسمي محمد وعلى الهدات الميامين من أهل بيته الطيبين والطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى قوله ترهبون به عدو الله وعدوك هذه الآية الكريمة مع أنها من الآيات البارزة التي تقرأ كثيراً ويستشهد بها كثيراً إلا أني أعتقد أنها من جملة الآيات التي لم ينصرف اهتمام المسلمين إليها من الناحية الواقعية والعملية الآية تتحدث عن إعداد والإعداد ليس عملية ترفية وإنما هو إعداد لأمر عظيم يتمثل بمواجهة القوى المعادية وفي قبال ذلك طرحت هنا مسألة الردع ردع القوى المعادية من خلال عملية الإعداد لتكون أحد واجهات الإعداد ومسبباتها في الواقع الإسلامي بشكل عام كأنه نسيت هذه القضية اللهم إلا أن تكون ثمة أحداث تتمثل بغزو أو تعرض إلى غزو أو ما إلى ذلك يأتي الحديث عن هذه الآية وتستذكر هذه الآية وتنظوي تحت مظلتها أي عملية إسناد إلى القوى المقاتلة أو المجابهة للعدوى ولكن في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يفترض أن هذه الآية لها مدخلية أساسية في أي منهج للحراك في داخل مدرسة أهل البيت إن على مستوى إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أو على مستوى الإعداد للمشروع الإله الكبير الذي تم عنونة قضية الإمام المنتظى الروحي وأرواح العالمين له الفداء به وبالنتيجة هذه العملية التي تنتهي للقضاء على قوى الظلم والجور لصالح قوى القصط والعدل هذه تحتاج إلى إعداد وقد تحدث الإمام الصادق عليه السلام بشكل واضح وصريح بضرورة أن يعد الإنسان لنصرة صاحب الأمر يعبر ولو سهما ولكن هذه الولو لا تعني أن ما هو أكثر ليس مطلوبا أو أن الاستطاعة بمقدار هذا السهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذه الاستطاعة في القضية المهدوية أين حدودها أين تتوقف كيف نؤمنها ثم هذا الإعداد بأي اتجاه يذهب وكيف يمكن لنا أن نؤمن عملية التمهيد إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه من خلال مسألة الإعداد هذه ومن خلال تهيئة مستلزمات إرهاب العدو ونصرة الإمام أو شيعة الإمام أو ما إلى ذلك لا شك ولا ريب أن أي إنسان حينما تحدثه بشأن مستقبلي سوف يتبادر إلى ذهنه مسألة كيف الوصول إلى ذلك الشيء المستقبلي وبأي طريقة يمكن لنا أن نصل إلى ذلك الشيء المستقبلي نحن لو رجعنا إلى الوراء وتساءلنا ما هو سبب غيبة الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء سنجد أنها مقومة على قضيتين أساسيتين قلت الناصر من جهة والناصر هنا ليس العدد وإنما العدد مع العدة معا وإلا عدد بلا عدة لا يمكن إلا أن يكون مجرد غثاء أو مجرد تراكم عددي يمكن لأي عدو أن يتغلب عليه بالإضافة إلى ذلك سطوة الظالم إن لم تتحطم هذه السطوة وإن لم تحجم على أقل التقادير بحيث تكون مانعا ما نعده يكون مانعا ليقوى الظلم من أن تصل إلى الإمام ولمشروع الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما تكون قصة الغيبة متكلة على هذين الأمرين إذن قصة الإعداد هي الأخرى متكلة على نفس الأمرين قصة الإعداد لمعالجة الخلل الذي نشأ في القضيتين فأدى إلى أن الإمام بأبي وأمي يغيب وتحرم الأمة من الوعد الإلهي أو يؤجر الوعد الإلهي إلى الأزمان التي نراها في أيدينا وإلى أفق من الزمن لذلك علينا هنا حينما نتحدث عن التمهيد علينا أن لا نستخف بالكلمة ولا نتجاوزها بعنوانها مهمة عادية وإنما هو تارة تمهيد الفرد لنفسه ولكن الفرد لنفسه لا يمثل نصرة جادة استراتيجية لمشروع استراتيجي بعيد المدى وذى مساحات هائلة جداً بوسع العالم أذن لا بد من وجود الأمة المهيئة والأمة المهيئة يأتي الكلام في شأنها من خلال ما يمكن لهذه الأمة أن توجده ما استطعته هذه الاستطاعة أين حدودها كيف يمكن لنا أن نضمن أن ما استطعناه حقق الغرض الذي أرادته الآية الكريمة الآن نحن مجموعة هذه المجموعة لو قدر أنها قالت أننا سنعتمد عملية الإعداد لكي نمهد للإمام صلوات الله وسلامه عليه عظيم هذه المجموعة تتجه إلى ماذا؟ الساحة كبيرة جداً تلزماتها كبيرة جداً أي ثغرة من هذه الثغرات يمكن لهذه الجماعة أن تتحمل مسؤوليتها وتقول أني أرابط على هذه الثغرة وأمنع أن يأتي الأذى إلى إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه لا شك ولا ريب أن مجموعة بهذه الحجم لا يمكن لها إلا أن تسد في أحسن الأحوال تسد ثغرة متواضعة جداً في عملية كبرى في مساحة كبرى في مشروع كبير جداً هو مشروع الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض إذن عملية الإعداد ليست مهمة فردية مع أن الإعداد يجب أن يبتدئ بالفرد لكن هذه القضية يجب أن تنتقل إلى إعداد الأمة وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن هذه القضية متعلقة بثلاثة مساحات المساحة الأولى الذات والمساحة الثانية الجماعة الصالحة والمساحة الثالثة المجتمع الصالح الذي يدعى إلى أن يرث الأرض أي تتكون الأمة التي تكون مستعدة حين حراك الحضارات تساقط هذه وتصاعد تلك تكون هذه الأمة مستعدة لقطف ثمار الجهود التي بذلت ولتحويل المسار من مسار المجتمع الظالم إلى مسار ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارث لا شك ولا ريب إذا كان الأمر كذلك يفترض بنا أن ننظر إلى طبيعة أعمالنا ونقول هل أن كلمة ما استطعتم استوفيناها بحيث أننا على براءة من ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام إمام زماننا أم أننا بحاجة إلى ما هو أكثر بكثير من السابق هذا أولا الأمر الآخر هذا التمهيد الذي نتحدث عنه هل يشترط به أن يكون خاصاً بالمؤمنين أم يمكن أن يقتطف من مساحات أخرى لا علاقة لها مباشرة بالمؤمنين ولكن يمكن الاستفادة من حرب الكافرين مع بعضهم من نشوء معادلات سياسية أو أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية في الطرف الآخر المضاد أو في الطرف المهمل وعند إذا ستتولت فرصة هذه الفرصة يمكن أن تستثمر وتدخل في عملية الاستطاعة من الذي سيستثمر هذه الفرصة؟ من هي الجهة المعنية باستثمار هذه الفرصة؟ لا أطيل عليكم في هذا المجال لا شك ولا ريب أن الاستطاعة حينما تكون عملاً تكاملياً لا بد لها من رأس يقود الأمور لإيجاد عملية التكامل التكامل لا يحصل صدفة ولا يأتي اعتباطاً وإنما يمكن لقائد مسيرة أن يقول أننا نحتاج في القضية الفلانية إلى خمسين شخص يتخصصون في هذا الموضوع في القضية العلانية محتاجين إلى مئة ما محتاجين إلى مئة وعشرين ولا محتاجين إلى ستين محتاجين إلى مئة هذه القريقة تعزز لنا أهمية وجود الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفدى وإمداده ووجود القائد الذي أشير إليه وتجعلنا من الدعاة إلى طاعتك وماذا؟ والقادة إلى سبيلك هذه القضية قضية وجود القائد الذي يستطيع أن يجمع الإمكانات ويحرك الإمكانات ويقدر ما هي الإمكانات المطلوبة لها من الأهمية بمكان في أي عملية تمهيد وإعداد لمصادر القوة ومصادر المنعة لو أردنا أن نضرب مثلاً كيف يمكن لنا أن ننظر إلى هذا الردع الكبير الذي أسست له قوى المقاومة خلال هذه المدة بحيث أنها تقف أمام القوى الاستكبارية وتلوح أمامها بعصى الموازنة في أذيتها واستعدادها وعدم تخوفها مما يمكن للعدو أن يريش من سهام حقده أو غضبه أو ما إلى ذلك إلى هذا الطرف نحن أمام تذكرون عفوا قبل هذه تذكرون الصهاينة قبل بدء طوفان الأقصى شنو اللي صارعتهم كان الحديث الشاغل لهم أن نظريتهم في الردع أو إجراءاتهم في الردع قد تهاوت إلى درجة كبيرة بحيث أصبحت موازنات الردع مختلة جداً من إجت هذه القضية؟ لأن حزب الله في لبنان نصب عدة خيام ولم يستطع الصهيوني أن يتصدى إلى هذه القضية هذا قبل طوفان الأقصى لكن حينما جاء طوفان الأقصى وأعرب عن وجود أمة استعدت هو الآخر أعرب عن وجود أمة الردعت ووقفت أمامه كما صدّات إلى حالة الغرور وإلى حالة الغطرسة التي عادة ما تصيب العدو أثناء هجومه على الآخر اليوم أمريكا تنظر بعين من يخاف ماذا بعد ذلك عدها قدرة أن تبدأ لكن ما عدها قدرة أن تنظر ما بعد ذلك ما الذي سيأتي وهذه قوانين الردع تبتدأ من هذه القضية يعني أن توجد ردعاً أن يكون العدو يخاط من الأساليب ومن الأمور التي تمتلكها مما قد يؤذي وقد يلحق به الضرور في قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه نحن أيضاً بحاجة إلى هذا الأمر ليش قلنا أنه طوفان الأقصى كان قفزة كبيرة في عملية التمهيد إلى الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفدة مع أن الساحة بدت للوهلة الأولى كما عند الكثيرين جاءت من غير واقع المنتظرين وأنا مع مخالفتي لهذه القضية لكن مهما يكون أنا أعتبر ما قام به بوتين في أوكرانيا كانت خطوة مهمة في عالم التمهيد وإن كان لم يقصدها هو ولا هو في باله ولهم يقصد فتتت قوى الظلم شرذمتها شتتتها وأبعدتها عن واقع ما نحن فيه بالنتيجة تقدمنا خطوة إلى الأمام ثم جاءت هذه الفرصة الكبيرة التي حصلت أيضاً أمدتنا بجملة من العوامل المهمة جداً التي يجب أن تلحظ في عملية التمهيد ويجب أن تلحظ في إطار ما نحن فيه بمعنى يمكن أن نحلل القضية ضمن حدود فلسطين وطبيعة التداعيات التي تحصل في تلك الساحة وهذا أمر مطلوب جداً وأتعجب على البعض لا يحب هذه الأحاديث المهم حدثنا بالروايات كأن الرواية عبارة عن قالب جامد وهو يفتهمك كيفما تفهم المسألة ليست كذلك إذا ما تفهم الأبعاد للحدث الذي يحصل في الرواية أو في غير الرواية أنت مرح تكون صاحب بصيرة مرح تقدر تقول أنا عثرت على الرواية التي أريد وأعرف ماذا يريد الإمام صلوات الله وسلام عليه بذلك لكن لو لم ننظر إلى القضية بعنوانها الواقع الجغرافي الذي اسمه فلسطين وأردنا أن ننظر إلى الواقع المتعلق بعملية نشوء دولة الإمام أو أمة الإمام بتعبير أدق أمة الإمام روحي وأرواح العالمين له الفدة اليوم إحنا عدنا حضارتين تتسارع هذه الحضارة حضارة الغرب والحضارة الناشئة الحضارة المتجهة إلى الإمام روحي وأرواح العالمين له الفدة ما هو الحاجز؟ وجود مجاميع لا تعرف عن هذه الحضارة الثانية ومتعلقة بالحضارة الأولى لكن في طفان الأقصى ما الذي حصل؟ الحضارة المعادية تساقط عنها البرقع وظهر زيفها إلى حد كبير في داخل مجتمعاتها لا تنظرون إلى الحدث الذي جاء يصير مجرد مظاهرات في برلين أو مظاهرات في بريطانيا أو في باريس أو في نيويورك أو ما إلى ذلك هذه القضية تختلف هذه المرة كل الإختلاف تظاهرات إلى نمط آخر أستطيع أن أقول عنها بأنها تظاهرات المخدوعين الذين أحسوا بالذي خدعهم وعرفوا كيف تم خدعهم من الذي كشفها؟ ليس أنا ولا أنت كشفوها أطفال فلسطين كشفوها نساء فلسطين كشفتها إجرام العدو بحق من حسب أنه يستطيع أن يتحكم بالمعادلة من خلاله لكن انقلب السحر على السحر وإذا بالجهات التي كانت تمثل دعامة للشر انتفضت على الشر وبدأت تفتح عيونها من جديد على واقع تتألم فيه تبكي تضج تنتقد وما إلى ذلك وهذه لها ما بعد يعني ما أعتقد أن الذي يجري الآن سينتهي بفورة عاطفية وتنتهي القص لعله ما هو واحدة من أهم الأمور التي تحققت أن وسائل التضليل ووسائل التجهيل اللي كان يمسك بيها الطرف المتحكم في إعلام الحضارة المعادية أصبحت مفضوحة اليوم يشتكون قبل كانت سي أن أن هي المصدر الأول للأخبار بالنسبة للكثيرين الآن ينتقدون من ينظر إلى سي أن أن المقاطع اللي قبل كان المظلومي نادي بها أنه خلينا نقاطع الشركة الفلانية أو المنتج الفلانية أو الدولة الفلانية اليوم أصحاب هذه الدول تقاطع من داخلها بإرادة خاصة منهم ليش؟ لأنه هذه الجهات تدعم ظلماً أحس بهذا الظلم رأيت في بعض التظاهرات دموعاً ساخنة مو من فلسطينيين ولا من مسلمين من مظاهرهم يظهر أنه ذول الله من العالم الآخر الذي كان معبأ ضدنا وإذا به الآن يتوجه بالاتجاه الآخر بطبيعة الحال من لا يستغل هذه الأحداث ويحولها إلى رصيد إضافي في عملية التمهيد وفي عملية الإعداد يكون ظالماً لنفسه وظالماً لهذه المسيرة أيضاً أن تخرج الشعوب وتنتفذ على حكوماتها تنتفذ على علماء السوء لديها تنتفذ على النخبة التي باركت للصهايين عملهم أو التي لم تلتفت لمظلومية المظلوم وطبيعة الذي ظلمها تنتفذ ضد الحكومات تمزق معادلات كانت هي التي أنشأت الصهايينة وأنشأت دولتها هذا الأمر من تريد تباوع في إقبال الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء إذا كانت هذه الأنظمان لها أناسها التي متمسكين بها إذن قد أكون مشقة على الإمام حتى يوصل إلى هؤلاء لكن حينما تحس الشعوب بأن ظالمها هو حاكمها عند إذن مسألة تفرق اليوم المطالبات بالإمام المهدي حينما تكون في فلسطين حينما تكون في الأردن حينما تكون في مصر حينما تكون في الخليج وما إلى ذلك مطالبة حقيقية ومطالبة جادة تختلف عن المطالبات السابقة قبل كانوا ذول الذين يحاولون من خلال اليوتيوب أو من خلال المنصات أن يجذبون الناس بأي طريقة كانت لكن اليوم الناس تبحث عن المنقذ ذوينا بأي طريقة الشيعة ومهدي غيرهم يقول لهم وهو الرجل كان من المتعصبين ضد بس يقول لهم أنا تابعت شفت أنه مشروع الإمام المهدي أو المهدي المنتظر عند الشيعة هو مشروع حضارة ومشروع دولة ومشروع أمه أما عدنه هو مجرد رجل صالح يأتي في آخر الزمان ما عنده مشروع كل اللي يعدهم هو تلوى قضية أنه يخرج الناس من الظلم والجور إلى القسط والعدل لكن شروا التفاصيل بها طريقة ما موجود عدنه اللي يعدهم ومهتمين به أنه راح يجي ويصلي عيسى صلوات الله وسلام على نبينا وآله وعليه يصلي خلفه هذا المشروع فيقول لهم المهدي عند الشيعة يربي أمه أما عندنا لا علاقة له بتربية الأم هذا وعي يتقدم باتجاهات ما شو ما نفكرين به نعم هذا يجوز سامع محاضرات يجوز سامع قاري كتب أو ما إلى ذلك لكن مهما يكون المشكلة أنه أنت من الشوف المهدي عند الشيعة عند بعضهم هو رجل خيالي ينتظرون منه أن يحدث المعجزة تلو الأخرى من أجل هداية الناس ومن أجل إنقاذ الناس أما هم فما لهم علاقة ما لهم شغل بهذه القصة هذه الشغلة شغلة الإيمان حتى بعضهم الآن يتحدث يقول أنه الشيعة ما لهم دخل بفلسطين فلسطين يحررها الإيمان المهدي عليه السلام والنتيجة لا يوجد نحرق أعصابنا ونبذل دمائنا وما إلى ذلك من أجل قضية اسمها فلسطين وعلينا أن لا نشغل طبعاً هسا هذا رح أشير إلى بعد ذلك ضمن محور يحاول الصهيوني ومجاميع التطبيع أن يمرروا داخل الشيعة من أجل تفتيت عضد طبيعة الإرادات التي تقاوم أما بالنسبة أن القضية كل هذه الحراكات إذا الإنسان ما يبين قدراته وما يبين عواطفه وما يبين إرادته وما يختبر نفسه وما إلى ذلك شلون أقدر أطمئن أنه أنا في عالم التمهيد الجاد وفي عالم التطبيق الجاد لما يتعلق بقضية الإمام روحي وأرواح العالمين له الجدى بس هذا حديث آخر لكن عوداً على كل ما تقدم أشير إلى أننا أمام قضية جادة قضية ذكرت في الروايات بعنوان نزول مارقة الروم حتى تقبل مارقة الروم حتى تنزل في الرملة وشفنا الكثيرين باقي متوجس هي هذه لو غيرها صارت لو ما صارت لأنه ينظر إلى القضية بعنوانها جزء من قصة وهذه القصة مقطعها أنه ذول يجون ما يروح يحلل بالضبط شنو اللي راح يصير حتى يجون من يجون ش راح يصير السبب اللي خلاهم يستدعون أنفسهم بهذه الطريقة الآن أكو حالة نفير غربي وصل إلى أستراليا أستراليا الآن دزت سفنها تجي إلى البحر الأبيض المتوسط كندا أرسلت بريطانيا أرسلت فرنسا أرسلت إيطاليا أرسلت ألمانيا أرسلت ناهيكم عن حاملتين الطائرات اللي أرسلت من قبل الأمريكيين طبعا من أقول حامل الطائرات وراها حشد من الفراقيط ومن المدمرات وما إلى ذلك من سفن الدعم اللوجستي وسفن الإبرار الإبرار الأفراد وما إلى ذلك لكن مع كل ذلك ليت جايئين ذولا لأنهم هم أمام خطر وجودي من اللي أنشأ هذا الخطر الوجودي الصورة الأولى أنشأتها قصت فلسطين الصورة الثانية أكو أمة بدأت تردع وبدأت تخيف وبدأت تقدم الدليل تلوى الدليل في أنها قادرة على أن تمنع وقيل للمستكبر إلى هناك كافي بعد ما نتحمل حقيقة اللي صار في غزة من أريد أنظر إلى بعيدا عن الأشخاص وبعيدا عن المسميات أنظر إلى أمة تتولد فيها إرادة عنيفة للغاية أنظر إلى أمة بلغت بها فلسفة الشهادة درجة مهمة جدا هي التي يحتاجها الإمام روحي وأرواح العالمين له جدا بلغ لديها صبر مجالا كبيرا جدا بحيث تتحمل كل الصعوبات وكل المشاق هذا النمط مطلوب من عدنا مطلوب من الإيرانيين مطلوب من كل الساحات اللي إلها علاقة بالإمام المنتظر وبحراكه صلوات الله وسلامه عليه طبعا خلال هذه الفترة هو نشأت ملاحظات متعددة من جملة هذه الملاحظات من أعلى بالأمر إلى درجة أعطى آمالا كبيرة إلى الناس بلا ضمانات واقعية هذا اللي يجي يطلع ويقول أنه الفلسطينيين رح يحررون فلسطين وهذه المعركة هي اللي رح تنديه الأول والتالي وما إلى ذلك وتحرير فلسطيني يكون قبل الإمام المهدي عليه السلام وما إلى ذلك من أحاديث أعطى آمالا كبيرة ولكن في أي يوم من هذه الأيام يمكن أن يصل العدو إلى هزال شديد بحيث لا يستطيع أن يستمر يقبل بالمفاوضات وتسير الأمور بطريقة مختلفة ممكن لو ما ممكن هذا الأمر فممكن من أجدت أنه الفلسطينيين سيحررون فلسطين من نظرة سريعة مرتجلة إلى حديث الكوار الخمسة باعتبار مذكور في الكوار الخمسة المتعلقة بخروج السوفياني بأن فلسطين مذكورة ضمن الكوار الخمسة كما الأردن مذكورة من ضمن الدول الخمسة بعضهم أصلاً راح يحلل النظام شلو اللي راح يصير وبيع طريقة راح يحطمون وإلى آخر استمر بهذا القضية لكن هل يا ترى أن فلسطيني التي ذكرت ضمن محور الكوار الخمسة هل هي هذه فلسطين هل الأردن التي ذكرت هي هذه الأردن بمعنى الدولة والمنطقة الإدارية وما إلى ذلك لو في حديث الأئمة يجب أن تؤخذ القرائن وتوضع بشكل دقيق جداً شلون يا باب بها طريقة تصير هذه القضية تعال خل نشوف وذكرت قصة السفياني قبل إقباله على قرقيس أنه يحرر الكوار الخمسة هذا جانب الجانب الآخر ذكرت قضية نزول الروم مارقة الروم في الرمل مني نزلون حتى شيء سوون إل من جايين لابد أكو شيء إلهم موجود في هذه المنطقة يريدون أن يحافظون عليه أجمعت الروايات القصة الثالثة على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يدخل إلى القدس وهو الذي يصلي السيد المسيح خلفه في المسجد الأقصى هذه روايات نرويها والقوم أيضاً يرويها فهذه الدولة التي يتحدثون عنها اسمها فلسطين وين ستصير ضمن هذه المعادلات الثلاثة والأعجب الدعوة الموجودة عند البعض بأن الفلسطينيين سيكونونهم جنود السفياني في إقباله على العرق مع أن السفياني من أوضح واضحات رواياتنا وهذا الحديث لا علاقة برواياتنا لكن من أوضح واضحات رواياتنا أن الشيع سيصابون منه وسيصاب السنة منه ألماً كبيراً وعنة كبيراً ما راح تكون أذية هذا المتوهمين ذو اللي يصورون أنه سيأتي ككارثة على الشيع فقط وأنه سيأتي لينقاذ السنة الرجل لا علاقة له بطائفة بقدر ما إلى علاقة بقصة نفوذ وقصة سطوة أشهرنا أكثر من مرة من أن الرجل يسمى في رواياتنا بالفاسق لا يسمى بالناصبي وحينما يكون فاسقاً يعني أنه لا لون طائفي له لكي يمارس فاسقه هو فاسق بغض النظر عن لونه الطائفي ستكون له مذبحة في قرقيسية مع من هؤلاء؟ من سيذبح؟ سيذبح بني قيس من هم بني قيس؟ هي العشائر اللي موجودة في غرب العراق وفي شرق السوري سيتجه حتى يصل إلى بغداد لديه مذبحة في عانه ولديه مذبحة قريباً من الفلوجة وفق تقديرات الروايات أو وفق تقدير من الروايات باعتبار يشار إلى نهير النهير الدجلة أو الدجال بالنتيجة مثل هذه القضية أنت من تريد تجي تقول أنه الفلسطينيين جايين ويا السوفياني وبالنتيجة ذولا كلهم نواصف عم التقي الله هذا المنطق ما إلى وجود بالروايات منطق الروايات مختلف تماماً أعود وأقول أن السوفياني لا لون مذهبي له بقدر ما له لون الطغيان والسطوة والرجل مأمور فس بالمقدار اللي راح يجي أم جيت ممطولة ولا لها ذاك التهويل اللي موجود في روايات العامة وهنا أنا أعود وأنصح يا أخواناً روايات العامة في قصوص السوفياني ملغومة جداً وهولت جداً من أجل تصوير الخطر حتى يهددون بالآخرين ما لوجود مني يقول أنه بقاء في النجف 18 ليلة وبمجرد أن يقبل اليماني ويقبل الخراساني يهرب منها ولا يصل إلى بغداد وإنما يذبح قبل الجيش اللي مرسل إلى هذه المناطق يصفى قبل أن يصل إلى بغداد شنو معناه؟ هذا مهول كلش روحوا استعدوا لا السوفياني يوصل إلى الكبولة غير السوفياني السوفياني محتوم لكن تفاصيله بديننا نحن نقدر نغيرها اللي يستعد يقدر يواجه وشفنا الآن مثال غزة شنو اللي رح يجي جيش عود أقصى من هذا الجيش اللي موجود قطعان القسوة اللي موجودة تفوق قسوة أي شخصية أخرى لكن أنا اللي أريد أنتهي إلى هذا الترويج وهذا التهييج اللي هو عادة يحاول أن يفكك الأوصال يحاول أن يشرذم القوى حتى لا ينشغل الشيعي بالصهيوني يجب أن يوجدون فاصلة ها الفلسطينيين نواصب وهذا الحكم ترى مو سهل يا أخوان الأحزان الناصب هو من ناصب أهل البيت وأنا أشهد الله سبحانه أن الفلسطينيين أن الفلسطينيين ليسوا كذلك نعم بهم من يفكر بهذه الطريقة لكن أنا أسأل بالعراق ما موجودين يعني ذولا بالخليج ما موجودين ذولا بل بإيران ما موجودين مثل ذولا أبل لبنان ما موجودين مثلك موجودين في كل بلاد في كل أمة أكو هيك وأكو هيك أكو الفاسق وأكو الطالح وأكو الصالح وأكو المؤمن وأكو الخير وأكو لا أبالي كل الأقوام موجودين في كل الأحوال لكن هذه اللغة لأنه أنتم بتريين جاءت تأيدون الفلسطينيين لأنهم أعداء لأهل البيت أرجع وقول اتقوا الله هذا الخطاب تارة يطلق من إنسان بريء لكن جاهل في طبيعة ما يلقيه ولا أشك أن بعضا من هؤلاء يمتدون بصلة إلى الخط الصهيوني الموجه إلى الناس مثل بالضبط الشيء الذي صار في واقع السنة السنة أيضا قالوا لهم عفوهم ذولا أخوان مسلمين عفوهم ذولا التفقه ويا الروافض عفوهم ذولا لأنه القرار قرار الروافض وما إلى ذلك الأصل شنو حتى يتفكك الموقف يتفكك الصف الواحد وبالنتيجة يتغلب الصهيوني أما أنت من كون أكبر من واقع التصنيفات هذه ليش لأن أنت تتعامل جاءت تتعامل ويا قضية كبرى أنت من جاءت تتعامل ويا قضية أنا وأنت وإنما جاءت تتعامل في قضية كبيرة جدا اسمها إنقاذ كل العالم أنا متأكد المهدويين باتشر لو قدر أنهم رأوا دماء وأطفال ومذبوحين ونازفين في أي دولة من دول العالم سيكون قصة ما لها علاقة فقط بهذا المقدار نعم هؤلاء قصتهم أقرب لنا لأنها متعلقة بقضية بالنسبة أنه في غاية الأهمية ماكو مهدوي يقول أنا مهدوي ما ينظر إلى القدس بعنوان معركة الأولى مستحيل هذا معركة القرآن الكريم القرآن ما أجت حدث عن هذه القضية تحدث عن الفتح الكبير لكل هذا العالم يبتدئ من هذا المحور المحور وليدخل المسجدة وليدخل المسجدة كما دخلوه أول مرة ليش عنوانها بالمسجد لأن القضية أكبر من الواقع الجغرافي اللي موجود وهي فرصة سانحة جدا إلى شيعة أهل البيت في أن يفتحوا الآفاق مع غيرهم غيرهم أغلق الآفاق أنا أريد أن أرى هذا ابن تيميا اللي كلها الفترة رب الطرف الآخر على أنه الشيعة هم أقرب الناس إلى اليهود اليوم وين وصلنا الواقع شجاي بأيهم فهذا مو حكو إدعاءات ونقاش وما وقلتم وقلنا هذا الحكو واقع بي دماء كثيرة جدا وما إلى ذلك فهذا هذه القضية لما وصلت بنا إلى أن نرى أن الروم مارقة الروم نزلت الآن مشاركين بالمعارك وما إلى ذلك هل هي هذه علينا أن نتريث لا نقول أنه إي هذه المقصودة تحديدا لكن أنا أعتقد أن الأحداث سوف تستمر إلى مدة مع أن الأمريكيين أعطوا لنتنياهو مدة في أن يهاجم غزة والطاهم وعود أنه رح ينهي القضية كلها لكن صار عندنا 28 يوم تقريبا من بداية الأحداث وغزة لم يتقدموا فيها من الناحية العسكرية الاستراتيجية شبرا واحد نعم اقتحموا بعض المناطق بس مو قادرين أن يحتفظون بمواقعهم أبدا تكبدوا من الخسائر ما لم يتكبدوه مع الجيوش العربية مع الحروب العربية كلها ما دفعوا خسائر بهذا المستوى وبهذا الانهيار الكبير في نفسياتهم وفي أوضاعهم وما حصلوا على نسبة تهجير من ديارهم مثل ما حصلوها الآن والقضية باعته على بدايتها اليوم سماحت السيد الله يديم ظلة فتح الباب في قضية أنه إذا تريدون تطورون أكثر إحنا هم نطور أكثر إذا تريدون تقتربون كل هالفترة جارية على قواعد الردع يضرب هناني الرد لكن أكو فرق بين أن يضرب لرجل معتاد على الاعتداء ولمجموعة ولمجموعة كانت مرفهة وتشعر أنها في أكثر البلدان أمناً اليوم أكثر من قرابة النصف مليون يهودي مهجر في داخل أرض وإن كانت النقاط وحقيقة إذا كل هذا الوضع يدين إلى أحد أنا أعتقد أنه يدين إلى الإمام الخميني قدس الله روحه وزكي هو الذي أبدأ بدأ عملية التوعية مركزة الأمور في قضية القدس وتحويل الأنظار إلى أن أمريكا هي الشيطان الأكبر طبعاً هذه الحالة الآن التي نشأت من عداء الشعوب إلى الأمريكيين ومن عداء الشعوب إلى الصهاينة نظر إلها بالبعد المهدو باتشر عدو لمن عاداكم شلون تشتغل هذه يا طريقة من اللي رح يعادي الإمام المهدي عليه السلام خذ هذه الحكومات الهزيلة فما رح تقدر ما رح يقدرون يسون شيء أنت هذا الحشد هد على أي حكومة شوف شن أبيضهم من أسودهم شلون رح يتفرزهم فتقص فما بالك أن يجي الإمام وفي قضية الإمام خوة من الواضح جداً أنه أول ما يبتدأ يبتدأ بمناطق الحجاز ويستولي على الحجاز أيضاً مو يتركها همياً قبل ما يوصل إلى العراق يستولي على الحجاز من اللي رح يجابه رح يجابه صاحب القصة الأكبر بالنسبة لي إلى الظلم والجور والمعادلة تقتضي أن يجابه النور كل النور مع الظلام كل الظلام المعادلة تقتضي ذلك في هذا المجال باع للقضية الأخرى التي هي في قضية المشرقيين وأنهم يعطونهم فلا يقبلون ثم يضعون سيوفهم على عواتقهم إلى آخر الرواية هذه الرواية التي تشير إلى أن الفرج قريب جداً من هذه المعارك والمعارك سوف تؤدي إلى انفراجات كبيرة جداً لمسألة تعجيل فرج الإمام روحي وأرواح العالمين له الفدا لأنه يعبر عن النار المشرقية بأن فيها فرج آل محمد في بعض الروايات فرج الناس في بعض الروايات فرج شيعتنا هذا الفرج قبل فرج الإمام الذي يشير إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه لو كنت في ذلك الزمن لستبقيت نفسي للإمام أنا أعتقد خلاصة الأمر أخواني الأعزاء أننا أمام منعطف كبير جداً وأن الأيام المقبلة علينا أيام استثنائية تحتاج إلى جهد استثنائي وتحتاج إلى بصيرة في كيفية العمل قبل أنا منادي مطالب أخواننا إذا ماكوا قائد تحولوا أنفسكم إلى قيادات في المناطق تخروا عقود المناطق ليش تتركوها اليوم الناس بحاجة أكثر إلى هذه القضايا من تريد توازن الأمور وتقول أنا المطلوب مثلاً من مدينة البصرة شتعد إلى الإمام النظرة الأولى اللي موجودة أن الإمام يريد رجال فهاي في المعارك اللاحقة أما اليوم شنو اللي مطلوب اليوم شنو اللي مطلوب عندك قسم من الاستعدادات يجب أن تقنن وقسم من الاستعدادات يجب أن تبرز بمعنى اليوم إذا كانت المشكلة قبل مشكلة الكذب على الرأي العام يجب أن يتصدى المؤمن لصناعة الرأي العام يجب أن يوضح الحقيقة للآخرين لأنه أكو استغطال كبير جداً إذا اليوم الأوروبيين يكتشفوا أن الصهايين يكذبون عليهم أحنا شنقول الغمان اللي عندنا لأربعة وعشرين ساعة يكتبون في عمليات التشويه وعمليات التحجيم والتشكيك وكل هاي العمليات اللي مرتبطة بجيوش ألكترونية وبذباب يجل عنا الذباب الحقيقي ذباب من الكذابين المنتشرين في كل مكان مهمتك أن تقفى أمامك ما تقدر توصل هناك في قبال صدر العدو صدر العدو انتقل إليك شلون نقنن هاي الأمور تعالوا رتبوا أمرك أعدوا رجعوا إليها وشوفوا الإعداد بها طريقة يصير وحدك ما تكفي يجب أن تتطوع في داخل أمة الإمام لكي تكون عنصرا مفيدا وفاعلا وحاسما في قبايا يوم من تنظر إلى تويتر من تنظر إلى كثير من وسائل التواصل حقيقة تشوف شباب صغار لكن صانعين أزمة بالنسبة إلى الكثيرين مو صعب عليك أنت أيضا أنت الصد خصوصا الآن بعض الساسة يفكرون بشكل جدي بمنع تيك توك برنامج تيك توك بسبب اللي خلقه من أزمة الصهايمة كل واحد يقدر طفل عمره ست سنين يقدر يشيل التليفون يصور والتصوير ما أسرع ما أن يتحمل إلى الشبكة العامة حتى الناس يشوف على الأمور على حقيقة هذا اللي قلب أوروبا قبل كانت الأخبار تروح لهم عبر فلاتر أو السي أن أن أو البي بي سي أو الفوكس نيوز ما إلى ذلك كل هؤلاء فلاتر وأكاذيب وقصص وخدع وما إلى ذلك لكن بعد ذلك تبين لا الناس بدأت تشوف القضايا الحقيقية من داخل البيوت ومن داخل الشوارع قبل قليل حقيقة منظر أنا انشرت على توصف منظر مؤلم للغاية لعائلتين أو ثلاثة شاردين من القصف إلى منطقة قيل لهم أنه هذه آمنة يقتلون بالشوارع بطريقة مريعة جدا هذا اليوم هذا من ينتقل أنت تقدر تنقله أنا أقدر أنقله خلي العالم يشوف يطلع وأنصحكم بأن وحدوا أنفسكم واحدكم خلي ينصر الآخر واحدكم خلي يدعم الآخر خلي يساند الآخر راح تعلن الأسواد فالسعود إذا تريد حضارة أمريكا أن تبين عمق إيمانها بحرية التعبير وحرية الرأي فتطلع شركة ميتا من فيسبوك إلى أنستجرام إلى ما إلى ذلك من تطلع لهم بطلعة هذا قطعة ذاك منعه ممنوع ذكر غزة وممنوع ذكر هذا هو بحد ذاته هو فضيحة لا تخافون من منع الصفحات هو بحد ذاته هو فضيحة إلى الآخر لم يتحمل مجرد كلمة سوشون كلمة غزة ما يتحملهم هذا أنتوا طلعوا ونشروهم وحقيقة خلال هذه الفترة أنا لم يكن يتمكن بهذه الأمور يعني بعنوان شخص لكن جربت خلال هذه الفترة وصار لقريب الشهر أكتب تقريبا يوميا يعني أنزل شيء في تويتر شفت عملية الاستجابة من ناس ما لهم علاقة أوصاق ناس جدد ضفة جديدة وعدهم أسئلة متعطشة عدهم إشكالات حقيقية عدهم غموض في بعض الأشياء عدهم حالة انكشاف أنتوا هم تقدرون تسوين يا أخوان نلاعج أنا أوجه نداء إلى كل أخوان المنتظرين أولا أعرف عدوكم هذا السلاح اللي الله نطاكم يا بديكم رح يستغلوه سلاح منصات التواصل كلكم تقدرون يستغلوه لأنفسكم أحد أول أمس طفلة عمرها ست سنوات ست سنوات فاتحة فاتحة الكاميرا وهي قاعدة أمها اللي مقتولة وتتحدث عن أمها روح شوف تحشيدات الناس إلى هذه الطفلة وهي طفلة هي مبين لازم الكاميرا بديها يعني لازم التليفون بديها إذا طفلة تسوي أخوات تشبيك قطعا تقدرون لا تستغلون جهودكم لا تستنقصون هذه الجهود الشيء اللي صار في غزة صنعوا أطفال وصنعوا نساء ما حجوا دماؤهم هي اللي حجوا مهمتنا أن ننقل حديثهم إلى العالم مهمتنا أن ننقل بشاعة عدون إلى العالم مهمتنا مهمتنا أن ننقل العداول المسوقة من إمامنا إلى العالم نداء الإمام يقرن بهذه الفضائع يقرن بهذه الفجائع لكن الناس تتقدم شفتوا سلام يا مهدي ما سوى خلال هذه الفترة ما علاقته سلام يا مهدي بفلسطين لماذا يتردد على كل لسان من قبل مشاهير وغير مشاهير شوق الناس إلى المنقذ إلى المخلص بديكم أن تبينون ترى هذا المنقذ هذا المخلص بطبيعة الحالة المشككين هم هواية أعليكم أيضا أن تنبرون وأنا أأكد على أقواني في أن ينتبهون إلى كل حالات التشكيك وحالات التهريج والإدعاء والإنحراف وما إلى ذلك يجب أن تتصدون الناس بحاجة لأنه نحن في اللحظات الأكيد من يدريك لعل الفرج أقرب مما نتصور وحقيقة لم أرى للصهاينة مستقبلا يمكن أن يعتدوا به ولم أرى للصهاينة خطرا على وجودهم كما أراه اليوم إذا أريد أخذ عين من الأحداث شفت خلال هذه الفترة الذباب الناصبي أو المعادي يكتبون على أخواننا المقاومة الإسلامية في لبنان بأنهم يقشمرون على الآخرين يسمونها حرب العواميد لأنه جهل لا يعرفون هذه العواميد شم حزب الله يجى حطم كل أجهزة الرصد والتنصد والتشويش اللي موجودة على كل الشريط الحدودي خلال هذه الفترة يضربون بيته ويضرب مركز للرصد ومركز للتجسس يعني شنو مراكز التجسس لما على طول الشريط الحدودي تنضرب شنو معناها؟ إمكانية اختراق المنطقة جيد رح يسرسل نحن على قدم قريب جدا واليوم مع خطاب سماحة السيد الله حفظه أنا أعتقد لغة التصعيد بقت محتفظة على مسارها المتوازن وفي نفس الوقت لغة التهديد أيضا هي الأخرى بقيت محافظة على مسارها ولغة نقل المعركة لقواعد اشتباق جديدة هي الأخرى أيضا حددت بشكل واضح وصريح إذن على الصهيون شنو إما أن يستسلم ويطلع من المناطق ويخلي غزة تربح الرصيد الكبير الهائل اللي حصلت طبعا نتحدث عن المفاوضات ما رح نتحدث انتو طلعوا ونحن نطلع ما كو هذا المنطق راح بعد أكو أثمان وأكو ترتيبات وأكو كثير من الأمور في داخل المفاوضات ملعب القضية حزب الله في إخراج جثة حتى يسلمها إلى الصهاين جثة على ذلك قلت ليقول نزعهم الأول والتالي حتى قطاهم ميجي قضية يعني تصورون أنه يا با عندنا أسرى وأنت عندك أسرى تعال نطلع هذا أولا الأمر الآخر كون المعركة بعده مفتوحة وأنا أعتقد أن الأمور رجعت إلى النصاب الحقيقي المشكلة في العدو الأول اللي هو أمريكي مو المشكلة في إسرائيل إسرائيل زعنف من زعانف أمريكي وخلال هذه الفترة ثبت أن إسرائيل ما لهذاك الدور الكبير في إدارة شؤون الأمريكيين هم اللي يديرون الشؤون حتى في كذبة مستشفى المعمداني من اللي خلها على لسان نتنياهو قبلها بساعتين كان نتنياهو كتب اللي جرى في المستشفى أطفال النور ضربوا أطفال الظلام معترف بالقضية لكن إجاب بايدين قال يبدو أنه الطرف الآخر هو لسبب المسلم الكذبة بدأت من هنا وحاولوا أن يروجوها لكن بعدش وسبحان الله شاء الله وقدر أن تكون مستشفى مسيحي بحيث الاستجابة تكون إلها لون آخر وإلها وضع آخر وإلى طرف آخر ممولة أيضا من كثير من مسيحية أوروبا هذا تزديدات يعني العدو يبيع لكم حماقته والله وعدكم بأن هلاك العدو في تدبيره وعليكم أن تعدوا العدة للإمساك بالأمور لتصير قضيتكم مثل ثورة العشرين جاهدوا المجاهدين وكتبوا المراجع وتحركت الأمور إيمانيا لكن عدم الاستعداد لإقتناص الفرصة الأخيرة شنو اللي أدى بنا إلى تاريخ كل دماء على ثورة العشرين يتكع على ثورة العشرين هذا درس بليغ علينا أن نستفيد من عنده وعلينا أن نستعد الأمة الواحدة مطلوبة يا أخوان لا تكون عوامل شرذمة لا تكون عوامل تبتيت بقدر ما تكونوا خلوا الإمام مهدي مظلة للجميع ولتسمحون لأي قصة أخرى غير قصة العدو وقصة الإمام القصص الأخرى كلها تؤجر كلها قابلة اللي يريد يبحث في مسائل بعيدة عن هذا القضايا يمكن أننا نتكتر ونبحث لكن في المعركة الرئيسية ما عندنا إلا عدو واحد هذا العدو هو أمريكا والبقية كلها تفاصل وليغركم ليرهبكم هذه الجيوش الألكترونية الكثيرة اللي موجودة عند العدو مجرد سباب ومجرد شتائم ليس إلا لا تستفزون ولا تردون عليهم تنتهي قصتهم مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث قلوا ما رح يردون يريدون يشتمهم ثم ماذا قبلنا الأئمة نسبا والشتمة والأنبياء الله سبحانه وتعالى يشتم سبحانه وتعالى لكن المعادلة ما تغيرت إن جندنا لهم الغالب معادلة اللي يجب أن نخليها أمام أعيننا أملي من أخواني المنتظرين أن يرفعون من مستوى وعيهم من مستوى تحملهم للمسؤولية من مستوى بصيرتهم من مستوى نظرتهم إلى الأمور القصة مقصة صغيرة ولا قصة بسيطة ولا ساذجة ولا تستخدم فيها الأساليب الساذجة كل ما أمعنا النظر يمكن أن أن نحدث أثرا كبيرا جدا من خلال ابتداع الأساليب التي تؤثر على العدو مباشرة أو تؤثر على بصيرة الناس وتفتيح عيونهم وتنبيهم وأخراجهم من حالة من حالة الغفلة التي قد يصابون بها وتبيان الطريق لهم كما يريده إمام الزمان صلوات الله وسلامه أختم بالإشارة إلى أن الصيحة مع أنها آية كبرى يسمعها كل العالم سيأتي هذا الذباب الألكتروني لكي يغطي عليها لكي يعتم عليها استعدوا إلى حتى ترجعون الناس إلى أن تسمع دلالة الإمام عبر الصوت الملكوتي لجبرائيل عليه السلام بطريقة صحيحة سليمة تفهم الرسالة وعند ذلك كما يشير تشير الرواية اللي يرويها القرطبي في كتابه عن اليوم الآخر يقول بأنه حينما يسمعون الصيحة تشرب قلوبهم عب المهدي بعد ما يصير لهم هاجس إلا طلب الإمام روحي وأرواح العالمين له الفداء حينما يحين ذلك الحين على أعلامكم أن ترتفع وعلى عليكم أن تؤمنوا للناس معرفة بأنكم يمكن لكم أن تعطوهم الهدى الذي يريدون وتمنعونهم عن الضلال الذي سوف تتحرك إرادات المنحرفين لنشره في أوساط الأمة أكتف بهذا القدر والحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا